بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم عجل لوليك الفرج مذ أبصرت عيناي باحة داري حب الحسين هويتي وشعاري قبل قليل وضعنا مقطعاً فيديوياً حول مسألة النجاح من الصفر إلى قمة الدرجات إحدى الأخوات بعثت إلينا برسالة وقالت أنا منذ ست سنوات ولدي ينجح سنة بعد سنة وكذلك بدرجات متميزة عن طريق قراءة هذه الآية دائماً وأبداً بعد صلاة الفاجر أو بعد صلاة العشاءين 21 مرة بحمد الله عز وجل لم يتلك في أي سنة من السنين وكذلك لم نخشى عليه من ناحية الدراسة لأنه أصبح جيداً واستطاع أن يمشي بطريق الدراسة بلا خوف يعني بمعنى أصبحنا مطمئنين على دراسته هذا ما تقول هي تقول سمعت وقرأت في بعض أقوالي الشيخ بهجة قدست روحه الزكية بأنه الطالب إذا أراد أن يحفظ ويفهم ما يقرأ فعليه أن يقرأ آية الكرسي 21 مرة بل إن النبي صلى الله عليه وآله كان يوصي بقراءة آية الكرسي للحفظ والفهم في الدراسة أو في طلب العلم بعد كل صلاة فريضة لذلك أنا وولدي جعلته يتمسك بهذه الآية وكذلك أنا لكي لا أصاب بالنسيان وإلى غير ذلك وجدت هذا الأمر نافع جدا بل بدأ زوجي يقرؤها أولاد البقية يقرؤونها إلى غير ذلك وبحمد الله عز وجل أدأت الدرجات الجيدة والنجاح السنوي أصبح شيئا طبيعيا في بيتنا بفضل هذه الآية آية الكرسي إما أن تقرأها يعني ولدك أو بنتك يقرآنها بعد كل صلاة فريضة بنية النجاح والحفظ والفهم في الدراسة أو أنه يقرآنها يعني بعد صلاة الفاجر أو بعد صلاة العشاء واحد وعشرين مرة آية الكرسي تقرأ إلى قوله تعالى هم فيها خالدون برنامج صباحات ولا أيامين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهم السلام